إذا كنت تبحث عن سماعات تقدم لك عزل حقيقي ولكن بسعر منطقي فقد تكون سماعات Honor Magic Earbuds هي ما كنت تبحث عنه معاكم بندر العلي وهذه معينة لسماعات Honor Magic Earbuds تقدم هذه السماعات تصميم مشابه للجيل السابق لكن مع بعض التحديثات فالغلافة الخاص بها مستطيل الشكل ولامع وفي الخلف يتوفر عندنا منفذ الشاحن اللي هو من نوع Type C وبجانبه مفتاح المزامنة من خلال Bluetooth 5.0 وفي الأمام يتوفر عندنا مؤشر عند فتح غطاء قاعدة السماعات يبين حالة البطارية وعند فتح الغطاء نرى السماعات التي تقدم تجديد من ناحية إمكانية استبدال أطرافها لتناسب أذنك والقاعدة الخاصة بالسماعات فيها مغناطيس أسفل كل سماعة من أجل أنها لا تقع وكذلك من أجل أن تدخل كل سماعة في مكانها الصحيح ولا تدخل في مكانها الخاطئ عند الشحن ولو حبيت تتكلم عن تجربة استخدام السماعات أقدر أقول أنها كانت مريحة بالنسبة لي بحيث أني ما شعرت بأي ألم بعد فترة استخدام دامت أكثر من نصف ساعة وكل سماعة تقدم درايفر أو قدر بمقاس 10 مليمتر من أجل تقديم أفضل جودة صوت وبالحديث عن جودة الصوت فهو متوازن على مدى كل الترددات وبالنسبة للأصوات التي تقدمها هذه السماعة أو جودة الأصوات فهي جيدة ولكن الأصوات المرتفعة أرى أنها ليست بهذا المستوى خاصة من ناحية البيس أو ما يعرف بالإيقاع لكن الأصوات المتوسطة ما التي تعرف بالميدز واللوز قدمت هذه السماعات فيها أداء جدا جميل وبالطبع كل ما سبق ذكره يخص جودة الاستماع الموسيقية وعشان أكون منصف هذه السماعات مع أنها غير مخصصة للاستماع الموسيقي إلا أنها قدمت أداء جدا جميل وفي المحادثات العادية ما لحظت أي مشاكل في جودة الصوت وفي كافة الظروف التي استخدمتها فيها كانت تقدم أداء جدا جدا جميل سماعات Honor Magic توظف مصفوفة مكونة من ثلاثة مايكروفونات في كل سماعة تقدم جودة التقاط ممتازة عند الاتصال وتسجيل الصوت بحيث أنه اثنين من تلك المايكات موجهة بشكل عمودي ناحية الفم عشان تلتقط الصوت والمايك الثالث الموجود داخل السماعة أو داخل الأذن يساعد في عزل الصوت الغير مرغوب فيه ولعل أهم ميزة في هذه السماعة هي ميزة العزل الصوتي التي تعمل بمجرد الضغط المطول على أحد السماعتين لتعزل ما يصل إلى 32 ديسبل من الضجيج الخارجي الأعلى مقارنة مثلا بسماعات الأبل أو سماعات السوني ومن خلال تجربتي لها في الخارج تم عزل الصوت المحيط بشكل كامل لما كنت داخل المكتب وبشكل جيد في الخارج واعتبرها أفضل سماعات تقدم مستوى عزل صوتي في فئتها السعرية وكذلك كل السماعتين تقدم مستشعر بداخلها لتعمل عند ارتدائها مباشرة أو تقوم بإيقاف الصوت عند إخراجها من الأذن وكذلك من خلال اللمس أو النقر يمكن تشغيل الصوت أو إيقافه أو حتى الرد أو إنهاء المكالمة ومن خلال تطبيق الهواوي AI Live يمكن تخصيص النقر كما ترغب وتفعيل خاصية الإدراك اللي موجودة داخل الإعدادات والتي من خلالها تقدر أنت تستمع إلى الأصوات المحيطية وبالنسبة للعمر البطارية اللي تقدم سماعات الأونر ماجيك يصل إلى ثلاثة ساعات في كل سماعة لما تكون خاصية عزل الضجيج مفعلة وثلاث ساعات ونصف لما نوقف خاصية عزل الضجيج والقاعدة الخاصة بهذه السماعات تقدم لنا بطارية بساعة 415 ميلي أمبير ليتم شحن السماعات بعدد أربعة مرات أو ما يعادل 14 ونصف ساعة استخدام وقدرة الشحن في القاعدة هي 5 واط سماعات أونر ماجيك تقدم مجموعة مرضية من المميزات مقابل الفئة السعرية وأعود للقول بأنها بوجهة نظري أفضل سماعات تقدم ميزة العزل في فئتها السعرية بالإضافة إلى ميزة التحكم من خلال النقر أو عند إخراجها من الأذن والتصميم والشكل والراحة أشوفها أيضا جميلة في هذه السماعة ولو حبيت أني أذكر بعض الأشياء اللي معجبتني في هذه السماعة رح يكون أولا الأداء الصوتي خاصة في الإقاع أو البيس مع أنه معلن أنه عندنا أداء في صوتي أو أداء في البيس مدعوم ولكن يشوف أنه جدا قياسي وأيضا كنت أتمنى أنه لو تم توفير خيار إيكولايزر أو معادل صوتي داخل التطبير سماعات الأونر ماجيك إير بودز حاليا متوفرة بلونين اللون الأبيض أو اللون الأزرق وبالسعر 399 ريال أو ما يعادل 106 دولار كانت هذه معينتي لسماعات الأونر ماجيك أتمنى أنها نهت على استحسانكم وحب أني أسمع منكم مرأيكم حول هذه السماعة هل فعلا تستحق بمقابل الميزات التي تقدمها أو لا كان معاكم أخوكم من دار نشوفكم في حلقة ثانية السلام عليكم